اهلا بيك تفضل اه انا كنت متجوز من 19 سنة ومعايا اربعة ولاية وبعد كده حصل اتفصال من زوجتي بسبب ان هي كانت طلعت بسير بعد معايش خالدة وكده فانفصلنا يعني انت كنت متجوز وانت عندك 19 سنة؟ لأ انا متجوز بها 19 سنة اه هي كان 19 سنة هو تجوز ساعتاشر سنة عدتوا متجوزين ساعتاشر سنة تمام تمام وكان معي منها اربع اولاد ماشي فطبعا هي جت اطلقت مني وبصير بنية كانت عايزة معي شواردة وفتاة وانفصلنا اه طبعا بعد الموضوع اكتشفت يعني ان كان في حاجات يعني يعني الحتمنة مش كويسة وقيدة يعني فهي كان لها عندي مبلغ عشر سلاف جنيه كنت واخدهم منها انا بصراحة مرضتش ااا ادهم لها يعني ااا عيزة ليه مرضتش تدهم لها يعني نظيرا للي هي عملت فيها طيب ما انا كل حاجة براها بتخيرا منها الحاجات اللي مش كويسة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اا شفتها بعينك اه يا فن شفتها بعينك بسأل سؤال لو سمحت يا أستاذ حسن انا بسأل سؤال مباشر حضرتك بعد اذنك حضرتك دلوقتي بتقول لي شفتها حاجات مش كويسة فانا فهمت ان الموضوع متعلق بالقرض ايه يا فن حضرتك شفت الموضوع بعينك ما شفتوش بعينك حضرتك شفته بعينك شفوا على التليفون بمعنى ايه رسائل ولا ايه هنرجع طيب لفضلة الشيخ نرد على أستاذ حسن 19 سنة وطلق اه أخي حسن من غير ما تزعل مني والله حزائك على راس يا سيدي على راسي انا مش على أمك بس احنا بنتكلم في من قوتية كتابه وراء ظهري وانت حبيبي بتحجز تذكرة لجهنم من غير عودة كده على طول او الله او الله وهو دي الكرسة الكرسة اللي انا بنتكلم فيها امبارح اقسم بالله انا بتلقى اتصالات الناس لحد وثلاثة ايه فواحد توصل بي يا عبم الشيخ سلام عليكم انا عايز اقولك ان زوجتي زنيت ايه قلت له خرص اه حضرتك عندك دليل شفته بعينك قال لي فلان قلت له خرص بسألك شفت بعينك قال لي لا قلت له طبق ابشر انا بحبك انت لو بنطبق الشريعة تستحق حد القسف وانت فاسكم بنص القرآن لا تقبل لك شهادة قال لي ليه وانت بتيقس الناس من الدين قلت له لا يا حبيبي هو ده الدين بتاعنا الراجل يا ست دعاء رحل النبي صلى الله عليه وسلم عشان الاعراض ديها حرمة النبي صلى الله عليه وسلم اطهر خلق الله دخله واسمع الكلام اللي هيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم عشان انت لو كان النبي تحكم ازاي قال له يا رسول الله اني رأيت وسامعت فيها كلام بعد كده اه فاعرض عنه النبي مرة اه والتانية والتالتة تلون وجه النبي ثم قال اما اربعة يشهدون لك او حد في ظهرك يعني حتى لو هو شاف وسمع بنفسه الوحده ده في بداية الاسلام مش كفاية اخذ بالك ده في بداية الاسلام اصبر علي في بداية الاسلام فالرجل عقله هيطاق صحابي قال له يا عنا ما ألاقي الراجل مع زوجتي يقول له استنى ما جيب اربعة اه قال له هو ده الاسلام حد ما نزل حد مع خصوص اسمه حد اللي عن بين الزوج والزوجة اه لان ده امر خصوصي اه خد بالك ده امر ايه خصوصي خصوصي ومع هذا كله انا بقولي الكلام ده كله ليه خطورة الاعراض عند ربنا صعدة مش ان انت تخط فيها اولا كونك منعت الفلوس هذه سرقة لا يجوز وعليك ان تؤدي المال ما قلته انت على الهواء يستوجب حد القسف وعليك ان تتوب الى الله وان تستغفر الله وان ترسل الى زوجاتك او الى طالقاتك تطلب منها العفو والسماح النقطة التالتة لا يعتد بالهاتف المحمول ولا بصوري ولا بفيديوهاتي على انه دليل الا اذا اقرت بذلك هيئة تتمثل في عدم الضحك عليها زي النيابة العامة لان النهاردة انا ممكن احطي صورتك على اي حاجة وممكن احط الفيديو على اي حاجة ويخش على الاستاذة دعاء ويخش عليها لان الاستاذة دعاء استاذ التقنيات حديثة ولا انا استاذ تقنيات حديثة وورريك فلانة انا انا اريد اسألك سؤالك سؤال هو لو دخل الشك في قلبه حتى لو دخل الشك في قلبه او كده اتأكد هل فكرة بقى ان هو يرجع لها السوس او ما رجع لهاش يعني حتى لو هو طلقها وهي كذا او عملت او كذا لا لا انا انا افطرد ان هو مسكها في حال التلبس خلاص وليها فلوس وليها فلوس يرجع لها تاخد فلوس لان هي لو تمسكت في حال التلبس الاسلام بدي عقوبة ايه هي العقوبة اما الرجم طب ما فيش رجم يا عم الشيخ لا هتاخد مؤخر ولا هتاخد نفأة و هتحرم من اولادها هاي با في حاجة كتير جدا هي عقوبة هنا لكن ليه حق مالي مستقل ما يجس ان حضرتك تعمل ايه تاخد الحوق قل لا هتجر عليها